قالت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ثلاثة أن تنظيم الإخوان جماعة إرهابية منحرفة لا تمثل منهج الإسلام وأضافت الهيئة في بيان نقلت وكالة الأنباء السعودية واس جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب وأوضحت أن الإخوان جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام إثارة الفتن في الدول وزعزعة التعايش في الوطن الواحد وصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عنية بالعقيدة الإسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة وإنما غيتها الوصول إلى الحكم ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئا بالشرور والفتن ومن رحمها خارجت جماعات إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادا مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم ترجمة نانسي قنقر